عقدت محكمة أمن الدولة اليوم جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي والقاضي المدني أحمد القطارني وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري العقيد فواز الاعتوم وذلك للنظر في قضية الدخان المزور التي يحاكم فيها 23 متهما و25 شركة وكانت تفاصيل هذه القضية بدأت بالتكشف بتاريخ الحادي عشر من شهر تموز عام 2018 بعد أن هارب المتهم الرئيسي عوني مطيع خارج البلاد قبل يوم من مداهمة الأجهزة الأمنية لعدد من مصانع الدخان وبعد ذلك بخمسة أيام أي في السادس عشر من تموز أثار النائب مصلحي الطرونة خلال مناقشة مجلس النواب البيانة الوزاري أثار قضية الدخان مطيع حيث قبلت القضية بتفاعل شعبي واسع رافقه تحرك حكومي ونيابي لكشف تفاصيل هذا الملف وفي تاريخ الثالث والعشرين من تموز عام 2018 أحالت الحكومة القضية إلى محكمة أمن الدولة حيث بوشرت التحقيقات في هذه القضية وضمن الجهود لجلب الفار مطيع تسارعت هذه الجهود مع طلب الأردن بتاريخ الثلاثين من آب عام 2018 بإدراج اسم مطيع على قائمة الإنتربول الدولية مطيع تبين أنه في تركيا وقد تكللت الجهود لجلب مطيع في السابع عشر من كانون الأول عندما أعلنت الحكومة عن إلقاء القبض على مطيع وجلبه إلى الأردن تم ذلك بجهود ملكية قام بها جلالة الملك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التحقيقات الأولية مع عوني مطيع كشفت عن تورط العديد من الأشخاص من بينهم مسؤولون من أبرزهم الوزير السابق منير عويس ومدير الجمارك السابق اللواء والضاح الحمود وقد نشرت محكمة أمن الدولة لائحة اتهام المتورطين في القضية وتفاصيلها ثم حددت المحكمة موعد أولى جلسات المحكمة لكن تم تأجيل عقد المحاكمة لأسباب اليوم السلطاء الثاني عشر من آذار الحالي بدأت أولى جلسات المحاكمة العلنية في قضية الدخان ترجمة نانسي قنقر